أعزائي طلبة الصف الأول أهلاً ومرحباً بكم اليوم سوف نتعلم حرفاً من حروف اللغة العربية لنتعرف على حرف اليوم انتبهوا معي ماذا أحمل بيدي؟ نعم إنه هاتف والآن هيا بنا نلعب لعبة جميلة لعبتي هي اتصل تصل سوف أتصل الآن بهذه الأرقام اثنان ثلاثة أربعة انتبهوا معي هلال هرم هدية سأعيد مرة أخرى هلال هرم هدية ما الحرف الذي تكرر في هذه الكلمات؟ إنه حرف الهاء نعم إنه حرف الهاء اليوم سوف نتعلم كيف نميز حرف الهاء اسمه وصوته ورسمه قراءة وكتابة والآن انتبهوا معي سأقرأ جملة التجريد فانتبهوا لقراءة جيداً أخرج حمد الهدية بيده وقال هذا كتاب مفيد سأعيد مرة أخرى أخرج حمد الهدية بيده وقال هذا كتاب مفيد والآن انتبهوا معي إلى الحرف الملوني ما هذا الحرف؟ نعم إنه حرف الهاء نعم إنه حرف الهاء اسمه حرف الهاء وصوته ها ها والآن أعيدوا معي مرة أخرى اسمه حرف الهاء وصوته ها ها والآن انتبهوا معي ما هذه؟ هدية هيا بنا نكتشف سوياً ماذا يوجد داخل الهدية هلال انتبهوا معي لهيب منبه مياه من الذي أنعم علينا بنعمة الماء؟ نعم الله عز وجل هو من أنعم علينا بنعمة الماء انتبهوا إلى هذه الكلمة منبه منبه نه منبه جميلاً انتبهوا معي جيداً منبه ينظم وقته كي أستيقظ مبكراً لألقاكم من جديد والآن والآن انتبهوا معي إلى حرف اله هيا انتبهوا إلى حرف اله انتبهوا معي جيداً انتبهوا إلى حرف اله كم شكلاً لحرف اله أربعة أشكال لحرف اله سنتعرف عليها الآن ما هذه الصورة؟ نعم هلال هلال نعم نعم أتى في أول الكلمة متصلاً وكيف يكتب حرف اله في أول الكلمة؟ والآن انتبهوا معي جيداً كيف يكتب حرف اله في أول الكلمة؟ انتبهوا جيداً من النقطة الحمراء خط مائل حتى نصل إلى السطر ومن ثم ومن ثم نكمل على السطر ونرسم دائرة في وسط الشكل ومن ثم نعود إلى السطر مرة أخرى سأعيد مرة أخرى انتبهوا معي جيداً من النقطة الحمراء انتبهوا معي خط مائل حتى نصل إلى السطر ومن ثم نكمل على السطر ونرسم دائرة في وسط الشكل ونعود إلى السطر مرة أخرى إذن هكذا يكتب حرف الهائي في أول الكلمة كما في كلمة هلال والآن انتبهوا معي جيدا ما هذه الصورة؟ نعم لهيب أين أتى حرف الهائي في كلمة لهيب؟ لهيب أتى في وسط الكلمة متصلا وكيف يكتب حرف الهائي في وسط الكلمة؟ هيا نرى من النقطة الحمراء نرسم خطا مستقيما ومن ثم دائرة إلى الأعلى ودائرة إلى الأسفل بالاتجاه المعاكس ومن ثم نكمل على السطر كما في كلمة لهيب لهيب هكذا يكتب حرف الهائي في وسط الكلمة والآن ما هذه الصورة؟ نعم إنه منبه 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 أين أتى حرف الهائي في كلمة منبه؟ أتى في آخر الكلمة متصل انتبهوا معي كيف يكتب حرف الهائي في آخر الكلمة؟ هيا نبدأ انتبهوا معي من النقطة الحمراء نرسم خطا مستقيما انتبهوا جيدا من النقطة الحمراء نرسم خطا مستقيما ومن ثم نتجه إلى الأعلى وقبل نهاية الخطا نرسم نصف دائرة سأعيد مرة أخرى انتبهوا معي جيدا من النقطة الحمراء نرسم خطا مستقيما ومن ثم نتجه إلى الأعلى وقبل نهاية الخط نرسم نصف دائرة هكذا يكتب حرف الهائي في آخر الكلمة متصل مياه أين أتى حرف الهائي في كلمة مياه؟ مياه نعم أتى في آخر الكلمة منفصل وكيف يكتب حرف الهائي في آخر الكلمة منفصل؟ هيا نرى انتبهوا معي جيدا من النقطة الحمراء سوف أبدأ الآن من النقطة الحمراء نرسم دائرة صغيرة انتبهوا معي من النقطة الحمراء نرسم دائرة صغيرة بهذا الشكل كما في كلمة مياه مياه إذن لحرف الهائي أربعة أشكال تعرفنا عليها والآن انتبهوا معي جيدا هكذا يكتب حرف الهائي في أول الكلمة وهكذا يكتب حرف الهائي في وسط الكلمة أما في آخر الكلمة متصلا ومنفصل إذن مرة أخرى لحرف الهائي أربعة أشكال تعرفنا عليها والآن أبناء الطلبة افتحوا الكتاب صفحة 161 وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من تجريد حرف الهائي شكرا لحسن استماعكم كما أود منكم التدربة على كتابة حرف الهائي كتابة صحيحة دمتم بصحة وعافية إلى اللقاء سألقاكم مرة أخرى أعزائي الطلاب لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تينز